السلام عليكم يا شباب محضرة الخامسة من شابتر 2 والاخيرة هنتكلم اليوم على الاميتر والفولت ميتر والاوميتر احنا عايزين نحول الالديفايس هو كان بالمايكرو امبير عايزين نمقله انه يبقى اميتر او يبقى امبير كتير او فولت كتير نبدأ كده بالاميتر الجالفانوميتر عنده اسمها ار جالفانو او لما درسناه كانوا بلعا سلك من الكفر فاكيد لي احنا زميها بقى الوقتي ار جي ار جالفانو الهي بتاعت الكويل بتاعت الجالفانو تمام؟ ار جي وكان بيسلنا كارنت اسمه اي جي كارنت بيكون بالمايكرو امبير كارنت بيكون قليل احنا الوقتي عايزين ان احنا نخلي كارنت عالي كارنت بالامبير فهنعمل ايه؟ هنيجي نوصل مع الجالفانوميتر الريزيستنس دي هنسميها ار شنط هنختصرها في ار اس ار شنط الار شنط دي بالعربي كوي ساموها مجزق او مجزق الطيار الحاجة اللي بيتقسم الكارنت طبيعا انت وصلت ار بارل مع جالفانو فالكارنت حيب ان هو ايه؟ ديت اس في صفات اولا اول صفة لها انها هتكون يعني مسلا تكون قامتها او بوينت وان او بوينت او وان اوم وطبعا زي ما قلنا لازم اوصلها وانا اعرف اش معنا لازم نعمل كده طيب انا استفدت لما حطيت ان الكارنت دلوقتي اللي جاي من برا هيكون بقى هو هيكون كارنت كبير انت عايز تقيسه بالامبير فلما يجي عند النقطة دي يبدأ ان هو ايه؟ يتقسم يدخل في الجالفان الارض اللي فوق اللي اسمه اي جي اللي هو اللي الجالفانو يقدر يتحمله اللي هو بالمايكرو امبير برضو واغلق بالكارنت يخش فين؟ تحت ويبقى اسمه ايه؟ اي شانت اي اس يبقى انا حطيت وفيري فيري لو عشان تسحب تدروه تسحب تسحب لي اغلى بالكهرباء يبقى الكارنت اللي جاي من برا الاسم ايه؟ تعال نفترض مثلا انه كان بعشرة امبير ونفترض مثلا يسيدي ان الجالفانو بتسعة اوم ونفترض ان الشنط بواحد اوم تمام؟ لما العشرة امبير دولي يتقسمه هيتقسمه ازاي؟ يدخل فوق سي يعني واحد امبير وتحت تسع امبير يبقى اغلب الكارنت عده فين؟ عده في الشنط طبعا نرس بدي ارقام للكمسال يعني انها طبعا مش هيخش فوق واحد امبير بالمايكرو يعني تعال نقول مثلا ان الكارنت ده عشرة مايكرو امبير فلما ايه يتقسم هيتقسم لكم وكم هيخش هنا واحد مايكرو امبير ويخش هنا تسعة مايكرو امبير المهم ان اغلب الكارنت ايه؟ عده في الكارنت اللي تحت المهم انك تفهم ان الشنط دي مقامتها قليلة وبالتالي سحبت اغلب الكهرباء طيب لما نيجي بقى او السكيل بتاعنا هيبقى عندي مثلا السكيل الجالفانو واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا لغاية مايجي عند الماكس هنا اللي هنسميها اي جي او هنسميه مثلا اي ماكس تمام؟ طيب دلوقتي لما الجالفانو يقرى وان امبير يبقى الكارنت اللي كان جاي من بره اللي هو الكارنت التوتل كان بكام؟ كام بتين قدامك اوه؟ لو هنفترج تانية عشان تكون مسحتها دي هتكون ودي هتكون وان اوم فالكارنت اللي ما يتقسم يخش فوق تسعة امبير وواحد تحت امبير او مايكرو امبير يبقى الجالفانو لما ارى اللي هو اللي فوق لما عدى فيها كارنت بواحد مايكرو كان اللي جاي من بره عشرة مايكرو فهنكتب هنا تين مايكرو امبير طيب لو كان دي اتنين مايكرو امبير هيبقى اللي بره كام ما هو لو اللي دي فوق اتنين مايكرو يبقى اللي تحت تمنتاشر مايكرو يبقى اللي من بره عشرين مايكرو يبقى اللي يقرى من بره هيكون او اللي هيقرى بره هيكون كام عشرين مايكرو وهكذا وهكزا. هنبدأ ان احنا نعدل الايه? بتاعنا. تمام? يبقى اللي الجيلفانو هيقراه. دلوقتي هيينديكيت لينا اللي كان جايه من برا. طب يعني برضو التقسيمة دي بناء على ايه? بناء على الشنط اللي انت حطه. اللي ايه القار شنط. اللي قاري دي. اللي انت حطتها صغيرة جدا وموصلها فانت قريدي بتبقى عارف هي هتقسم لك الكام والكام. فانا دلوقتي حاطتها بطريقة انها هتقسم لي اللي برا لو واللي هيقرار الجيلفان واسمه فاللي برا لو كان عشرة امبير هي هتقرار لي واحد. ده المسال اللي انا قلت في الاول. فانا ببقى عارف وانا بركب الشنط للجيلفانو امبير اللي ببقى عارف هو هيقسم لي الكام والكام. تمام? يبقى انا كده قدرت ان انا احول الجيلفانو ميتر اللي بيقرار بالمايكرو امبير لاميتر بيقرار بالايه? بيقرار بالامبير. تعالى اكا نروح نشوف الملزم بعدنا. اول حاجة الدي سي اميتر. هاو توكونفرت الجيلفانو ميتر انتو اميتر. طبعا بوصل لو رزيستنس بوصلها مع الجالفانو. اللو رزيستنس هنسميها ايه? هنسميها شنط. طيب عشان لما يجي قلنا يتقسم. اغلب الكهرباء تمشي فين? تمشي في الشنط. اوكي? وكارنت قليل جدا بالمايكرو امبير يعدي فين? فوق في الجالفانو. لان الجالفانو مش متحمل غير الكارنت بالمايكرو امبير. طيب. اه بستخدمها في ايه الاميتر ده? بستخدمها عشان يقيس طبعا الديريكت كارنت. الاي. بوصل الاميتر. ازاي? بوصل الاميتر. انت لغبطش في الكلام دلوقتي. الاميتر بيتوصل انت سيريس في السيركت. انما الاميتر زيت نفسه. من جوة عبارة عن ايه? مقاومتين متوصلين. يعني احنا في اي سؤال كنا بنشوفه مسلا من شابتر وان كان يرسم لي كده باتري وهنا مسلا رزيستنس وجنبها اميتر مسلا. عشان الاميتر يقرى اللي يعدي في السيركت. الاميتر بقى ده من جوة عامل ازاي? عبارة عن مقاومتين ايه? عبارة عن جالفانو مع مقاومة تانية اسمها ايه? اسمها ارشانت. يبقى الاميتر نفسه كديفايس بيتوصل عادي جدا زي شابتر وان. انما هو نفسه من جوة بقى. عبارة عن بتاعه. مقاومة قليلة جدا. اسمها ارشانت توصل مع ايه? طيب دي اول نقطة. تانية نقطة. طبعا مدنية على التورك. هو مرضو ان احنا بنوصل مقاومة مع الجالفانو. يبقى مدنية على المجنديك عشان هو جالفانو اللي بيقرى لها اي جي. زائد ان انا بحوصل اسمها ارشانت بارل مع الجالفانو. طب دي عملتلي ايه? اول حاجة عملت لنا انها خلت لنا خلتنا نوسع ايه? المجال اللي بنقرأ فيه. بدل ما كان الجالفانو بيقرأ لي او اخر انه يقسلي اه بالمايكرو امبير. بيت انا يا اميتر جهاز قوي اقدر ايس بالامبير. تمام? زي الفرق كده بين المنزان الدهب ومنزان الفكهة مسلا. المنزان الدهب يضوبك يقرأ بالايه? يقرأ بالجرام. انما يعني بالحاجة الالتالي قليلة او معمولة عشان يقس الحاجة الالتالي قليلة هي الجرام. تعالى نتخلين دايع الجالفانو متر. انما مزان الفكهة بيقرأ بالكيلو. مش هنفع تحط اللي حاجة بالجرام. لأ هو بيقرأ بالكيلو جرام. فعشان كده اسمه او حنزميه بقى اميتر. خلاص? ده الفرق بين الاتنين. واحد بيقرأ حاجة قليلة والتاني بيقرأ حاجة كبيرة. فاحنا كده عملنا طيب دي اول حاجة. تاني حاجة. موضلاتي انا مذاكر من شابتر وان ان بتصغر. تعالى نرجع لمسابة انا تاني. دلوقتي انا موصل الجالفانو عنده تسعة اوم. وموصل الشنط بواحد اوم. اهو. انا كده تبقى عندك اهو. لو انت مش شايف حعملناك الوم دايرة. ادي ار جالفانو. وادي الار شنط. طيب. تسعة واحد. لما تيجي تاخدهم بارالي حتبقت ناين في وان على ناين بلاس وان. حيتلع الانصر ايه? اصغر من الون. فبالتالي الار اميتر اصغر من الجالفانو. واصغر كذلك من الشنط. اوكي? يبه هي اصغر من اصغر فيهم اللي هي طبعا الشنط. يبقى دي تاني حاجة. عارفنا ان هي بتتصغر لايه? بتخلي الار اميتر على بعض عنده طب ليه? بص اسي دي. تعال كرنت دي مسال عشان تفهم الحتة دي. انا دلوقتي عندي باتري. الباتري دي عشرة فولت. وعندي هنا باتنين اوم. كده باستخدام الورقة او الالم. الكرنت بكام? اكيب بحمسة امبير. احنا بقى دلوقتي عايزين نوصل. يقرالنا الكلام ده. عايز اركب جهز. يقرالي ان فيه خمسة امبير. طيب مش الجهاز ده اكيد ليه? اكيد. طب تعالى نوصل كده ونتخيل مسلا ان مقاومته نص اوم يا سيدي. يبقى ده اتنين اوم. وهنركب جهاز اسمه اميتر. هتخيل معك دلوقتي ان مقاومته نص اوم. نص اوم. او بوينت فايف. والفولت كذلك بتين فولت. لو انت جيت حسبت الكرنت في السيركت دي. هتلاقي ان الاي بكام? في على ار يعني عشر على كام? على تو بوينت فايف. وبالتالي هتلاقي ان الكارنت باربعة امبير. ازاي? مش احنا اصلا السيركت الاصلية اللي انا عايز اقيس الكارنت بتاعها بالورقة والقلم كده نظريا باستخدام اومزلو الاي في على ار تلع كم معاية? تلع خمسة امبير. تلع فايف امبير. فانا عايز او حط جهاز في السيركت يقرالي الكارنت دايركت على طول. يقرالي الكارنت بكام? بمجرد ما الكارنت يمشي من غير بقى انا سكورة وقلم وحسب. فلو انا حطيت جهاز عنده اصلا مقامة يعني كان كده للمقامة اللي موجودة او يعني مقامة محسوسة شوية وليكن نص اوم مسلا. دا اثر في الكارنت اللي هيخرج اصلا من الباتري. الباتري خرجت كام اربعة امبير. ما خرجتش خمسة امبير زي ما همفود تخرج. خرجت اربعة امبير لان الكارنت كده قال ان المقامة زيدت. واخد بالك كمان لو لو بصيت هنا في الارور نسبة الارور انت كنت المفروض تقرى خمسة امبير. قررت لي كام? اربعة امبير. يعني نكلم في ارور عشرين في المية. يبقى الاميتر. وانت بتصنعه. انت عارف ان لازم يكون مقاومته ايه? تعالى بقى نجرب كده. طيب لو انا حطيت الباتري عشرة فولت برضو. وادي الاتنين اوم. بس المرة دي وصلت اميتر. عنده وليكن يا سيدي او بوينت او ون. لما تيجي تحسبلي الاي. هيكون في على ار. هي اتنين بلص او بوينت او ون. هيطلع معاك كام? هيطلع معاك فور بوينت نين سيفن فايف امبير. يعني هو المفروض يقرأ خمسة. دلوقتي برا كام فور بوينت نين سيفن فايف. يعني ممكن نمشي خمسة. يعني ممكن نعملها ابروكسمايت لفايف امبير. طب حتى لو عملتش ابروكسمايت. انهي اراءة كانت صح. ان الكارنت يبقى فور امبير ولا فور بوينت نين سيفن فايف. انت اصلا عارف ان الكارنت اللي يمشي في السيركت اللي عندك دي هو فايف امبير. فانت عايز تحط يقرى لك ان هنا في خمسة امبير. فلو انت الدفايس ده مقاومته عالية. هيغير في. هيغير في. زي اول حالة هنا. خلالي خلقوا لي اربعة امبير. يعني ايرور عشرين في المية. انما لما ركبت اميتر عنده عنده ريزيستنس. يعني ريزيستنس قليلة. خلالي الكارنت فور بوينت نين سيفن فايف. يعني تقريبا خمسة. لو هتحسب الارور هنا هتلاقيه نص في المية. فاننا زلت الارور من عشرين في المية لنص في المية. فكل ما تصغر قيمة الاميتر كل ما قيمة ده. كل ما ريزيستنس تاعته تقل توصل لانها كان هتوصل للاراية الصحية. يعني ممكن مسلا بعد كده كل ما تصغر الاميتر تلاقي الكارنت يطلع فور بوينت ناين ايت. بقى كده فور بوينت ناين ناين. بعد كده فور بوينت ناين ناين. وهكزا لغاية ما توصل لايه? لغاية ما توصل لخمسة امبير فعلا. طيب ازاي اوصل للخمسة امبير? ان ان اوصل شنط للجالفانو. والشنط ده تكون مقاومته قليلة. وبالتالي هيخلي الاميتر كله مقاومته ايه? مقاومته قليلة. يبقى انا كده اشترك ان الاميتر على بعضه بيكون عنده مقاومة ايه? قليلة. اش معنى? علشان لما اجا وصله هو نفسه في ما يقصرش في الكارنت اللي حيقراه. زي المسال اللي انا قلت في الاول ده. ان هو المفروض يقرلي كم? يقرلي خمسة. امت حطيت اميتر بنص اوم خلى كارنت باربعة. طبعا ما ينفعش. هو كده غير في تعتي. فلازم الاميتر ده مقاومته تبقى ايه? صغير. زي المسال بقى لتحته. رقم تلاتة. اغلب الكهرباء بتعدي فين? تحت في الشنط. وجزء بسيط جدا اسمه اي يالفانو بيعدي فين? في الجالفانو. يعني انت كده عملت ايه? انا كده عملت مايش بتبقي عندك? بروتكت الجالفانو فروم هاي كارنت. بروتكت الجالفانو فروم هاي كارنت. فاكره للمرة اللي فاتت لما قلنا لو كارنت عالي قوي عنده اه كارنت دي سي عدى في الاميق في الجالفانو ميتر يحرقه. فاكر? لو لو دي سي بيقراه. لو 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 كان البوينتر بيتمرجح كده بيسوينج فاكر? فهنا لو عد كارنت دي سي عالي يحرق الجالفانو. فمن من مظايف الشنط انه بيسحب اغلب الكهرباء. وبالتالي كارنت بسيط جدا بيعدي في الجالفانو. وبالتالي فانا كده بحمي الجالفانو من الكارنت العالي. نقطة رقم اربعة ان هو بيزود انا عزبطها لك بمثال من شوية هنا هو لما قلت لك ان المفروض يبقى خمسة فجأة بقى كام فجأة بقى اربعة فانت كده بقى عندك الارور كان في المية عشرين في المية نستر ان تبتحسب الارور ازاي القرية الجديدة مينس القرية القديمة على القديمة في مية تمام انما لما كنت مثلا هنا بتكلم على ان انا صغرت الاميتر ركبت شنط مقامته قليلة فخلى الاميتر مقامته قليلة خلى لي تقريبا خمسة امبير فلما حسبت الارور هنا لقيته نصف المية يبقى كل ما تصغر قيمة الشنط كل ما بتزيد عايزك برضو تكتب دي يبقى كل ما الار اس تقل الاكيروسي بتاعة الجهاز تعلق الدقة تزيد اكتر بكتر انت مفوت تكون فهمها امش فهمها اكتبها كمعلومة عندك ان كل ما الار شنط يقل كل ما دقة الجهاز او الاكيروس بتاعته تزيد طيب ايه كمان نزود عندك رقم خمسة السنستيفتي ديكريزز السنستيفتي بتقل يبقى كل ما الشنط يقل بيحصل حكتين يبقى وين الشنط ديكريز كل ما الشنط يقل بيحصل عندي حكتين اول حاجة الاكيروسي بتاعت الجهاز بتزيد دي اول حاجة تاني حاجة السنستيفتي بتاعت الجهاز نفسه بتقيه بتقل طب ليه ايه بقى لدخل السنستيفتي في الموضوع دلوقتي بص يا سيدي بالعقل والمنطق كده انت دلوقتي بمجرد ما انت بتركب شنط للجالفانو بتعمل زي ما قلنا بتخليه يقرب الامبير فالميتر دلوقتي اللي هو بقى جاهز ان هو يقرب الامبير لو جدت عدي جوا حاجة مثلا زي مثلا نص مايكرو امبير الاميتر اصلا مش حيراه مش حيراه اصلا ان فيه كرنت معدي طب ليه الاميتر جهاز معمول انه يقيس كبير نص امبير مثلا مش نص مايكرو امبير نص امبير واحد امبير اتنين امبير انما لو انت عديد في كرنت وليل مش بيحس بيه زي مثلا مثال اه الميزان اللي هو في الاول ميزان الدهب وميزان الفاكه لو انا دلوقتي جبت خمسة جرام دهب ومتحدتهم على ميزان الفاكهة هيحصل ايه ولا حاجة الميزان مش هيقرأ اصلا فيه حاجة عليه هو اصلا معمول ان هو يقرأ حاجات بالكيلو كيلو جرام فانت عدد له خمسة جرام ستة جرام مش هيراه الميزان مش هيطب مش هيطبه في اي ناحية ليه؟ لان هو عنده يقولله جدا جدا مش هيحس اصلا بيه مثال التاني دي ايما برضو بقوله الناس اللي بتروح الجم البي جرامي مثلا فانا كان البي جرامي البي جرامي دلوقتي لو طبنا منه يتمرن بحاجة اه مثلا دمبل عشرة كيلو دمبل خمسة كيلو لما يجي يشيلها هو اصلا مش هيحس بيها مش هيحس انه بيتمرن ليه؟ هو عنده هو يقدر يشيل الاوزان التييلة قويه فلما يجي يشيل وزن قليل ما يحسش اصلا بيه فانا لما بركب الشنط انا بخلي الاميتر عنده قدرة عالية انه يقر كرنت كبير يبقى بزود الرينج بتاعه انا كده بعمل ايه؟ بقى انكريز الرينج ولو انت بتزود الرينج انت كده بتقلل لي الاحساس بالضعيف الاحساس بالحاجة الصغيرة الحاجة القليلة اوكي؟ منطقية قوي افتكارها بميزان الدهب والفاكهة ميزان الدهب ده اللي هو الجيلفانوميتر ميزان فاكهة اللي هو الاميتر فلو خيط خمسة جرام دهب حطتهم على ميزان الفاكهة مش هيقره فلما عدي نص مايكرو امبير على الاميتر مش هيقره يبقى دي كانت ايه؟ خامس نقطة عايزك تتبع عندك ان السنستيفيتي بتقل ليه؟ لانك خليته عنده القدرة انه يقيس كده انت عالي يعني انت عملت ايه؟ خليت يقيس بالامبير فما يقدرش يقيس بالمايكرو امبير طالب انا نتكلم على القوانين بما ان هما كانوا مقاومتين متوصلين مع بعض بارلل ادي ار جالفانو وادي ار شانت واللي داخل من برق اسمه اي بيتقسم اي جالفانو بما انه دول في البرلل احنا المفروض مش مذاكرين اي حاجة خالص في البرلل غير ان الفولت سابت فانا هكتب ان الفولت اللي عالجالفانو الفولت العالشانت كلام بسيط الفولت اللي فوق يكون الفولت اللي تحت طب هو الفولت بتاع الجالفانو بكام اي جي ار جي اي ف ار عدي جدا فش مشكلة وفولت الشانت اي اس ار اس هاتلي من هنا الار اس في ناحية لوحدها هتودي الاي شانت بالايه يبقى اي جي ار جي على اي اس طب اخر حاجة لو انا حابب ان انا اشيل اي اس من القانون اكتب مكانها ايه هو مش دلوقتي اي جي بلس اي اس صح؟ مش اللي داخل ادي الخارج كيسي قال لي عند نقطة دي كده اللي داخل ادي الخارج اي اس يبقى اي اس من هنا بكام اي مينس اي جي فانا بس هعمل ايه؟ حشيلها من القانون وهكتب هنا اي جي ار جي حشيل بقى اي اس واكتب اي مينس اي جي يبقى شكل القانون النهائي بتاعنا عامل ازاي؟ اي جي ار جي على اي مينس اي جي ده شكل القانون بتاعنا في النهائي انك عملت طب انت ليه فاكتل اي شانت يا مستر وبتاع عشان يا سيدي عايز اعمل علاقة ما بين ال ار اس وال اي عايز اعرف لما ركب شانت بقى دي كزا حيكون الكار انت اللي جاي من بره قيمته كام عشان هنفعل برده زي ما قلنا طبعا ممكن من هنا برده تجيب لي في ناحية لوحدها في شكل القانوني بيعمل كده اي جي اي جي على ار اس كل ده كده كل دهング اي جاي انتو بتغلطو فيها وبتكتمول بي PERIUS POLICE لا اي جي ار جي دي كلها كده ayg المنطقية لي احسرحعلك بصي زيدي اي اس اي كو الكام اي اس بلس ai جي فالاي جي اهي موجودة. ما فيش مشكلة. اكيد ده الاي اس. طب هيا الاي اس بكام? اكيد في اس على ار اس. الار اس موجودة هي. يبقى اكيد الفي اس هي دي. يا مستر ايه بس دي الفي جي. احنا لسا قللين الفي جي هي هي الفي اس. لان الاتنين تبرر الاصلا. اوكي? يبقى هو في السؤال لما يقول لك ان عايز الشنط تكتب القانون رقم واحد. لما لكن عايز الاي توتل تكتب قانون رقم اتنين. او لو انت عايز تحفظ رقم واحد بس وتعمل فيش مشكلة. يبقى مهم انك تفهم ان القانون اللي عندي ده بيربط لي ما بين ايو ايه? والاي توتل. طيب القانون رقم اتنين ده عايزين ان احنا نرسمه. هرسم هنا واحد على الشنط. وهنا هيكون الاي. القانون كان بيقول ايه? الاي ايكويل. اي جي ار جي على ار اس. اتعودنا ان احنا عشان نرسم الجراف. حط الاكس اكس بزيرو. يبقى الواحد على ار شنط بزيرو. خلاص. زيرو في اي حاجة بزيرو. يبقى لكن اللايك والكام. فالجراف يبدأ من هنا. من نقطة معينة هنا كده. المهم عندي النقطة دي اسمها ايه? اسمها اي جي. ماهو? الاي ايكويل بوسط اي جي. لما كابتن ده هيتلغي. هيتلغي ليه? انا انا عشان نعرف الجراف هيبدأ من هنا. انا احطيت القيمة دي بسفر. عشان هنشوف الايه بكام بقى. حطيت الايكس بزيرو عشان نشوف الاي بكام. فلما حط الايكس بزيرو اللي هي واحد عدار شنط هيبقى كل ده بكام? بزيرو. فبقى لن الاي ايكويل بوسط اي جي. فالجراف يبقى بوسط اي جي. طيب هاتلغي الاسلوب? عايزين نجيب الاسلوب? الاسلوب اي مينس اي جي واحد على شنط. طيب يعني ممكن نقول ان هي اي مينس اي جي في براكت مضروبة في كام? فارشانت اللي نقول نتاحت اللي تعتماله بيطلع فوق. يدريف اللي فوق كله. طيب القانون بتاعك اصلا كان ايه? مسلا اي جي ار جي. على اي مينس اي جي. لما تودي دولت كده ده. يبقى الاسلوب بتاعك هو مين? الباقي اللي هو اي جي ار جي. اي جي ار جي. يبقى الاسلوب هيكون اللي هي اي جي ار جي. تعالي نرجع تاني. بحنا كده اثبتنا عارفنا القانون هنشتغل به خلاص عامل ازاي? اللي هو ده. رقم واحد وعندك رقم اتنين. عايز تفكس لرقم اتنين وتشتغل برقم واحد بس وتعم تشوف تقوله ما فيش مشكلة. طبعا الاميتر الاميتر الريزيستنس هما الاتنين بارالل فالكويفلنت هو عادي جدا. جلبان وفي شنط او مقامتين دول ايه? مقامتين دول احسابهم ازاي تعصم. وطبع ممكن تقول ان هي على اي برضو. انا هي الفي توتل. الفي توتل اللي هي مين? اللي هي الفي اس. او الفي جي. على توتل كارينت اللي هو اي. طيب. هنتكلم بقى دلوقتي على جزئية. زي ما قلت لك من شوية. ان انا مسلا لما بركب لما بعمل لشنط بلاقي ان الاميتر او بقيارة كارينت كبير. فممكن يجي في اسؤالي يقول لي ايه? فايند. العارشانت. ذات. ديكريز السنستيفيتي. تو كوارتر. عايز قمت الدفايس اللي تقلل السنستيفي اللي كان الكوارتر. معنا ان السنستيفيتي قلت الكوارتر. ده معنا اي. جي علي اي جي علي اي 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 كوLCورتر معلا ان ال Kathy Zamane. لما كان جاء المانو اللي هو الاي جي ييجون التوتل اللي هو السنستيفتي لما اتقل اللي الربع الاي يزيد اربع مرات. فا اي يزيد اربع مرات ازاي? مش كانت دايما على اي. صح كده? فممكن نقول بدول ايه? معنا ان زادت سوري قلت اربع مرات ان الاي زاد اربع مرات. كون ان الاي زاد اربع مرات اربع مرات مين بالزبط. من اللي كان بيقراه زمان ان هو كان عبارة ايه. كان عبارة ايه? اي جي. بقى اربع اضعافه. يبقى ال اي اي كو الاربعة اي جي. عايز تشغل كده اشتغل عايز تشغل كده اشتغل. يبقى اي جي على اي اي كو الو نظر الفور. يبقى ده ماذا هكون كل كلامنا لما سنستفهي لرقم معين. وانا على كزا مسلا على ال 5 على الاربعة. يبقى هو ده اي جي على اي. تمام? طب ابدأ اعمال اي بعد كده? ابدأ عوض في القانون. الشنط اي اي جي في ارجي. على اي دقنا. الاي جي ار جي تنزل زي ما اي. الاي معنى كام اربعة اي جي. اكتب. طيب اربعة اي جي تنزل زي ما اي. طيب اربعة اي جي فهتقول لي ان ده معناه ان يعني وتبدأ ان انت تعمل ايه? بعوض في القانون على اي مينس اي جي شلق اي معك ايه? انا بس عوضت بيه. طيب كمل مع ايه? خمسة اي جي مينس اي جي ده يديني اربعة اي جي. وابدأ ان انا كانسل الاي جي مع الاي جي. فيبعن ده كيبه في الاخر? ار جي على الاربعة. ملاحز ان لما كانت في السؤال اللي فوق لما كانت اه واحدة على الاربعة. عايزي اللي السنسيفيتي الربعة. بقت الار اس ار جي على التلاتة. ولما حبي يقلل السنسيفيتي لواحد على خمسة. بقت الار اس ايكول. ار جي على الاربعة. يعني دايما ان الرقم اللي تحت بيقل بقى ايه? واحد. فلما ايجا اقول لك بقى ان جنرال بقى انا عايز اكالكيليت. الار شنط زت. دي كريز. السنسيفيتي تو. واحد على اي رقم. واحد على ان. اي رقم. خمسة اربعة تلاتة اتنين اي رقم. الجالفانو على طول او الشنطة على طول. الشنطة على طول ايكول. الجالفانو. ونمسق الرقم اللي تحتها. وننقص منه. واحد. ار جالفانو على ان ماينس. وان. ده برضو هيسرع معك الحسابات. اللي هو اخر واحد دي. بقى لما يقول لي مثلا. ده معلمني الاي ايكول ان اي جي. قالت الواحد على خمسة. يبقى ريشي اي جي على اي بواحدة على خمسة. يعني خمسة اي جي. يعني اي اي كول خمسة اي جي اهي. بدل الخمسة بقى حط ان. اللي تقلت لي واحد على ان. يبقى الاي زاد ان اي جي. انزا اوزت فيجر وين كي وان اس كلوز لما قفلنا كي وان بس. يعني بقى قدلتي الجالفانو متوصل معا شانط بكام? باتنين اوم. الكوارتر. وبقى يقدر نص امبير. طيب. عايز الاي هيبقى بكام لما يقفل او لما يقفل الاتنين مع بعض. تعال الاول نستفيد الاولين. انت لما فلت كي وان ده ما كانت شموت خراص. ده معنا انك قفلت كي وان. ان ان الار ايس كاملتي الار ايس بيت مين. الار جيلفانو ما نعرفش. يبقى الار جي دي انا ما عارفش هاب كام. وعارف ان الكارنت اللي جاي من برا. قال لي كام? ده اللي انا عارفه. دي جيفنز اللي معاك. طب ايه القانون بتاعتنا? هو ايه قانون معاك جيفن قال لي انك طب بما ان ده معناه اي جي على اي اي اكوال واحد على اربعة. صح? يعني او ممكن بقى على طول لو انت يعني مركز كده. دي بايضاء اي اكوال عربعة اي جي لشان ننجز. طب ايه كمان? يعني الان بكم? الان باربعة. الان اللي هي القانون بتاع دارين. اللي هي الار جيلفانو على ان مينس وان. طب الار جيلفانو بكم? الار جيلفانو بكم? الان انا موصلها دلوقتي الان هي الاتنين قوم. اللي هي المقاومة البرل معايا. والار جيلفانو بكم? معرفش. طب الان بكام? باربعة. يبقى الارجالفانو بكام? يبقى الارجالفانو? ستة اوه. يبقى احنا كده قدرنا نحسب قيمة الارجالفانو. تلعت ستة اوه. انا حلتها بطريقة تانية. اني عاملت ريشيو ما بين جبت الاي جي على اي ايكوال ار اس على ار جي بلس ار اس. الجديد على قديم بس الجديد. دي برضه ممكن نحسب بياه. مكتوب برضه عندنا فوق هنا. ايه? بتاعتي هتكون اي جي على اي او ار اس على ار جي بلس ار اس. تمام? طيب بما انه اول معلومة اي ما حيب بنص والاربعة معاك اي جي. ترى اي جي بكام? يبقى نص ايكوال اربعة في الاي جي. يبقى الاي جي ايكوال دي كده اول معلومة. معلومة تانية يبقى ان الاي جي على اي ايكوال ار شنط على ار شنط برس الجالفانو ايكوال ونظر الفور اعوض معايا الشنط باتنين معايا دريشي كله بربع اعرف ايه بالار جالفانو تلات معايا ستة. كده احنا جيبنا الجيفنز اللي كانت مقصة او جيبنا الحياة اللي كانت مستخباية. ونبدأ ان احنا ايه? نكتب بس الحياة اللي مكملة معانا. ايه الحياة اللي مكملة معانا? ان الار جالفانو بستة او ده سعبت مش هيتغير لان مقاومة الجالفانو كونستنت. والكارنت اللي ماشي فيها بقو بوينت وان تو فايف. ده برضو رقام كونستنت لان ده الاي جي ما بيتغيرش. طيب. عايز انت بني بقى ايه? قال لي يا سيدي اقفل كيتو بس. اقفل كيتو بس. طب انا لما اقفل كيتو. يبقى كون بالنسبة لي ماله? مش موجود. يلا بينا. عايز احسب هنا ايه بقى? قال لي احسب لي ايه? زا ماكسيموم كارنت. الاي ماكسيموم. طب دي سهلة خالص. الاي ماكسيموم القانون بتاعها. نكتب كده القانون. الاي ماكس اي جي ار جي. اللي هي كم? او بوينت وان تو فايف. في الار جي اللي هي بكم? اللي هي بس. على ار اس. طيب الار اس بكم دلوقتي? باربعة اللي انت موصل على بارل معي اللي هي الاربعة. بلاس كم? الاي جي تاني. بس كده. ونبدأ نحن ايه? نعوض ونشوف كم. هيطلع معك او بوينت سري وان تو فايف. ده كده السؤال التاني. السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه? اقفل الاتنين مع بعض. طيب. ايه برضو الحاجة السابتة اللي معانا? الحاجة السابتة اللي معانا ان الجالفانو. كده كده بستة ام ده مش هنغير. ده الار جالفانو. وان الاي جالفانو. او بوينت وان تو فايف. النجا ده الكرام سابت. انا لما اقفل كي وان اقفل كي تو. اللي اتنين مع بعض بقى او بارل لجالفانو. فلما اجيب الاي ماكس. القنون بتاعي كان بيقول اي جي ار جي. ده او بوينت وان تو فايف. فالار جالفانو اللي هيزتة. على ار شنط. طب الار شنط تاخد الاتنين? ولا اخد الاربعة? ولا اخد الاكويفلنت بتاعهم? الاكويفلنت يبقى نخدهم عالكالكليتر. هيطلع معك اربعة اتلاتة. كل ده بلس كام? كل ده بلس? الا اي جي. اللي اهو كام? او بوينت وان تو فايف. هيطلع معك او بوينت سكس تي نين. بيقول لي برضو كالكليت عايز الاركويفلنت. لما نقفل كي وان بس. لما تحسب الاركويفلنت. لو انت قافل كي وان بس. هيبقى اللي اتنين هي مقاله لious. يبقى تنين في ستة على تنين بلس كالس ستة. طب ولما قافل كي تو بس يبقى ستة في اربعة على ستة زادا اربعة. طب لما قافل اللي اتنين مع بعض يبقى ستة في اربعة من ثلاثة تضيفاية ستة زادا اربعة على التلاتة.Forum هو مكتوب عندك لا هي اي ار كويفلنت جديدة ار كويفلنت الجديدة. برضو هنا ما اسمهاش ارشانت هنا اسمها الار اكويفلنت. تمام? السؤال اللي بعده عندنا جالفانو بتاعه يبقى انا عندي جالفانو اخره هو بيشاور على لما بيعد جواه كارنت بكام? تلاتين ميلي امبير. طالب منك الجيلفانو ميتر سيتا على اي يعني سكستي دفايدد سيرتي ولا اخد ولا اخد اي تي دفايدد سيرتي لأ باخد الزاوية اللي اتعملت لما الكارنت الفولاني هو اللي عده. يبقى سكستي على ثيرتي. هتحول? لأ مش تحول. سنستيفتي مش بنحاول الفيزة متفقن. يبقى يطلع كام اتنين ديجري بير ميلي امبير. يعني بس دي وقلت عندك اعاكسها. تمام? طيب ايه اللي بعده? عايز الماكسيمم كارنت كاريت بايزة جالفانو. بص كاريت بايزة جالفانو ده اللي هو الاي جي. اعلى حاجة يتحملها الجالفانو هي اي جي. فسنستيفتي باتنين هحط بايتي بقى لان انا عايز اوصل لاخر فانا هاخد اخر زاوية على الاي. لو طبعا يبقى اسمه ايه? اي جي يبقى الاي جيب كام? اربعين ميلي امبير. طيب كده احنا جبنا. كل حاجة اوة عايزها. طيب رقم تلاتة. رقم تلاتة بيقول لي. يبقى الراجل دلوقتي هيركب شنط قيمته او بوينت او وان اوم وال او بوينت او وان او او ايتس كويل رزيستنس او ايتس كويل رزيستنس دي يعني ايكوال ار جي. عارفت لما ولك مسلا الشنط بيساوي نص الجالفانو. خمس الجالفانو. سوص الجالفانو. لا عاوي سبع او بوينت او وان ارجل فانو. نعوض في قانون الاي ايكوال اي جي ار جي. الاي جي جي بنب اربعين ميلي. هنا هحاول عادي لندقاميتر. في ال ارجل فانو اللي انا اصلا ما عرفهاش. على ار شنط اللي هي بت ايكوال او بوينت او وان من ارجل فانو. كل بلس. الاي جي اللي هي باربعين ميلي. حطها ببراكب بس كده عشان انا ما اكتبع كالكليتر. طبعا انت معاكش الارجل فانو. هتطير مع ارجل فانو. وتكتب كلام ده هيطلع معاك اربعة وشوية. السؤال اللي بعد بيقول لي كالكليت زي شنطة ريزيستنس زيت دي كريز السينستيفيتي لون اوبر الفور. طبعا ما عايز يقلل السينستيفيتي لون اوبر الفور. ده معنا ان الشنط بي ايكوال ارجل فانو على ربعة ماينس واحد. اللي مش هي دي اكلنا الان. باكر? دي تبقى الان. يبقى وان اوفر الان. يبقى او طبعا تحلها بالطريقة التقليدية اللي انا حليت بيها. اني جبت الريشيو اي جي على اي اي كوال كوارتر. يبقى اي اي كوال اربعة اي جي. وارجع عوض في القانون خطوة خطوة. زي ما حلتها عمل شوية. بس طبعا الطريقة دي اسرع بكتير. لما يقول لك انا عايز اقلل السنستيفتي لواحد على كزا. يبقى الشنط اي كوال ارجل فانو على كزا ماينس وان. اوكي? زي مسلا. لما يجا اقول لك انا عايز اقلل السنستيفتي تو وان اوفر الان. ساعتها الشنط بيكون جالفانو على ان ماينس وان. كزا ماينس وان. فينها اربعة يبقى اربعة ماينس وان. ارجع على الثلاثة. هنا اللي بعده بيقول لي احسب لي السنستيفتي اللي تقديه. هنا لا محالة لازم بقى تبقى تبقى حافظ القانون. الارشنط او السنستيفتي تلات الاميتر. ممكن نقول ان هي ار اس على ارجي بلاس ار اس. فتبقى او او بوينتو. على او بوينتو ار. على او بوينتو ار بلاس ار. حط الار بوان وخلص منها. يبقى او بوينتو على او بلاس او بوينتو. هيطلع. طيب ما بين الشنط. على الاميتر ريزيستنس. مورزنون وليزنون طبعا. مورزنون. ازاي? حط ارقام. دلوقتي لو الار جالفانو بواحد. ده الار جالفانو. والشنط بو او بوينتو واحد. يبقى ريزيستنس الاميتر. هتكون بكام? خد الاتنين مع بعض. هيطلع معك او بوينت او ناين. طب لما اسم او بوينت وان على او بوينت او ناين. هيطلع معك كام? وغيرك انت مش بتاك تحط ارقام عشان تجرب انت عارف ان مقامة الاميتر هي بتاع الشنط والجالفانو. والبرل بتكون اصغر من اصغر ار. فاكيد الاميتر اصغر من الشنط. اكي? اشتركوا في القناة